اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو. في هذا الفيديو انا سأقعد اراجع معكم مسار ماشين لرنينج ان ار من منصة داتا كامب. يعني هنتعلم ماشين لرنينج اللي هو التعلم الاهلة بس هذه المرة بلغة ار. وحنعرف ايش المواضيع اللي مشروحة في هذا المسار من منصة داتا كامب. وفالاخير هنعرف انه هل نحن مفروض نختار المسار ده من داتا كامب ولا نشوف لنا اي دورة ثانية. فنقول بسم الله ونبدأ الفيديو. طيب بما انه نحن هنقعد نراجع مسار ماشين لرنينج بلغة ار فالمفروض المسار ده يعطيني دورات في لغة ار في البداية عشان اعرف ايش هي لغة ار كيف اتعامل معها. بعدين مفروض يعطيني ايش اه اللي هي الدورات الاساسية التعامل مع البيانات تحليل البيانات بلغة ار اصور البيانات عن طريق جي جي بلوت جي جي بلوت هو باكيج يستخدم بلغة ار اما هذي ما تلوت ليب و سي بورن وبوكي هذي تستخدم في بايفون. فلازم اه المسار ده يعطيني دورات بهذا الترتيب. المفروض يعطيني هذي الدورات ويعطيني هي بهذه الترتيب. طبعا الانترودكشن تول ار اللي هي مقدمة في لغة ار يعرفني عن اساسيات الار وكيفية تعمل مع البيانات والاخره. ودورة اه شوية متقدمة اه يعني متوسطة في اللغة ار. او متورات متدورة متقدمة في لغة ار تكون ضمن مسار ار بروغرامر واللي هو مسار مبرمج لغة ار. انا هذا المسار شارحه على القناتي وحتلاقو في قناتي روح يشوفوه. وبعد كده يعلمني كيف حلل البيانات باللغة ار وكيف اصور البيانات وكيف اتعامل مع البيانات. مثلا انا في شي اسمه اللي هو اللي هو اللي تعامل مع البيانات في لغة ار. بعدين بما اننا عاد نتعلم عن ماشين لرني او التعلم الاعلى. فلازم يشرح ليش الرياضيات. برضو بلغة ار. يعني يكون الالجبرا ان ار. كالكولوس ان ار. بربابيليتي ان ار. بعدين يبدأ في اساس ماشين لرنينج اللي هو سيبرفايز لرنينج وان سيبرفايز لرنينج. فاللغة مياد دي كلها مفرد اشرح لي هي ويطيني كمان عليها مشاريع اطبقها بلغة ار. نفس الشي عندي في انسوريز لرنينج الكلسترينج والكيمين والاخره. لغة مياد دي كلها مفرد اشرح لي هي واطبقها بلغة ار. طبعا بما انه داتا كامب بنفسه عنده مسار اسمه البروجيكتات او المسار البروجيكتات. اه برضو عملت له فيديو حتلاقوه على قناتي. فما اعتقد انه سيشرح لي عن كاكل الكمبيتشن اللي هي مسابقات كاكل. فمفرد يعطيني مشاريع خاصة بلغة ار. يعني انا لما اخلص اللغة اه لما اخلص انا كورسات اه اساسية في لغة ار. بعدين كورسات اساسية في التحليل البيانات الداة. بعدين اتعلم الرياضيات اللي هو الماث. شايفين ترتيب انتو كيف? بعدين ياتي هنا في كوررijeم字 مهم. انا اشوف ترتيب دواء جدا مهم. انه انا قاعد اتعامل انيان قاعد اتعامل مع البيانات بلغة ار. فبما beans قاعد اتعامل لغة ار. بمرض اشرح للغة ار اول شي انه هي هي الاداة. بعدين اكتعامل مع. ايش? مع البيانات. فيشرح ليż عن البيانات وباللغة ار. انا عشان اتعامل مع البيانات واصللها حيان تقني حanjaي حصاء ورياضيات عشان الفهم بعض المسارات تعطيك الدورة في بداية. الترتيب يعني هو مهم بس انه مرات هما يلقبطوا. مو يلقبطوا يغيروا على حسب توجههم على حسب الرجال اللي بيعمل الكورس. بس اللهم يعني أنا اللي يشوفوا انه يجوالي او لاغلب المسارات تكون ماشي بهذا الترتيب. فالترتيب نوعا ما مهم بس اهم شيش انها تكون كفرد يعني الدورات دي تكون موجودة. اوكي. فبعد البرجيكتات طبعا عندنا شي اسمه اللي هو ارتفشي نيورال نتورك. انما اني تعلمها ضمن اللغرثميات. فيما نحن نتعلم ماشين لرننج والديب لرننج هو احد الاجزاء يعني جزء من الماشين لرنج. فيفرض يعطيني دورة على قل الأساسية عن ديب لرنج. ويعطيني كمان دورة عن ان البي اللي هي ناشرل لانجج بروسسنج اللي هي التعمل مع البيانات اللي هي التكست. بس اني يعطيني دورات كده شوية اضافية زي بيك داتا والآخر. فبس بيسك اللي بيسك اللي يعني الاهم شي انه يكون معطيني دورات في لغة R. معطيني دورات في تحليل بيانات في لغة R. ورياضيات. وكور ماشين لرنج. يعني انا هاد الاشياء انا قلت هاد الاشياء يفضل تكون موجودة. ولكن الاساسية ذي اللي ذكرتها. اللي هي الكورسات الاساسية في لغة R. لانه هو المسار باللغة R. وتحليل البيانات بلغة R. وكور ماشين لرنج بلغة R. اذا هاد الثلاثة موجودة انا اقول اوكي. تمام. بس اذا هاد الاشياء اضافية كمان موجودة زي البروجيكتات وديب لرنج. انا اقول مرة ممتاز. فخلينا نروح على على الموقع داتا كامب ونشوف بنفسنا. اوكي. يلا نروح على الموقع. طيب نحن الان على موقع داتا كامب وعلى صفحة ماشين لرنج ساينتست. هذا هو المسار المهني. مسار المهني اذا تبغى تتعلم تعلم الالة وماشين لرنج. وتبغى تكون ماشين لرنج ساينتست او عالم تعلم الالة او مهندس. تعلم الالة بلغة R. طيب. التراك هذا او المسار هذا عبارة عن خمستاشر كورس عبارة عن واحد وستين ساعة وجميع الكورسات اللي فيه بلغة R. which is make sense. طيب. هنشوف هنا نحن انه على طول يبدأ لك بسبرفائز لرنج in R. يعني طبع. سبرفائز لرنج. له التعلم بالاشراف. بالكلاسي فكيشن. هذي من المواضيع اللي هي الكور او ماشين لرنج. يعني اساس ماشين لرنج. طبع انت الان تكون عالم تعلم الالة. انت اول شي بما نحنا على حسب الاسلادات اللي شفناها قبل شوية. انه بما انه انا قاعد اتعلم ماشين لرنج. بلغة R. يعني عندي شقين. عندي ماشين لرنج وعندي R. فلازم في البداية المسار هذا يعطيني دورات اساسية او مقدمة في لغة R. بعدين يعطيني شوية اه مقدمة في الاحصاء بلغة R. لانه نحنا قاعد نتعلم. او المفروض يكون موجود في المسار هذة. بس انه على حسب الاسلادات اللي شفناها. انه يكون عندنا اللقل. Introduction to R. مقدمة في لغة R. بعدين مقدمة بسيطة يعني متقدمة شوية. يعني مستوى متوسط في لغة R. بعدين كيف اتعامل مع البيانات. بعدين اتعامل مع الباكيجات اللي تكون في اللغة R لانه في Machine Learning هنستخدم بيانات فنحن لازم نتعلم ايش اه كيف نتعامل اه نتعرف على الباكيجات اللي اسمها ديبلاير تاي ديفرس اه جي جي بلوت لتصوير البيانات اه كيف نعمل اي دي اي اي اكسبراتوري داتا الاليسس اه يعلمني احصاء يعلمني اه بما انه قاعدنا نتعلم Machine Learning لازم يكون فيه Calculus اللي هو تفاضل التكامل عندنا Linear Algebra اللي هو هالجبرة الخطي اه لازم يكون في Deep Learning يعني هو معني هو في Machine Learning Scientist مفرض على قليل يعرفني على Artificial Neural Network يعني شوية دورة اه دورة يعني بدي يعني زي ما نقول مقدمة في Deep Learning اه لازم يكون في NLP Natural Language Processing اه بلغة R لازم يكون في Network Analysis اه يكون في Big Data يعني شوية كورسات كده متقدمة فاول شي لازم يكون في ايش كورسات في لغة R هنا على طول شايف نحن شايفين انه Supervised Learning in R يعني على طول بدألك بيش بالكورسات الاساسية في Machine Learning يعني نقدر نقول انه ما في اي كورس مقدمة باللغة R خلاني نشوف نمشي مع بعض ونشوف انا اقول لكم الترك اللي هنا كيف اذا شفت فيديوهاتي السابقة في القناة هذي يعني حتعرفوا انا Data Camp نظامه كيف احنا اشرح لكم اول شي خلاني نشوف الكورسات اللي موجودة في عندنا Supervised Learning in R في عندنا Supervised Learning in R Regretion عندنا Classification فهو مسك كورس خاص للclassification اللي فيها لوجستيك دورة لحالها. تحت حنشوف. فبعد ما تخلص انت كم دورة من هنا. يجيك شي اسمه. ماشين لرنك فنديمنتلز ان ار اسسمنت. اش يعني? خلصت دورة هذي قبل ما تنتقل للدورة اللي بعدها. اه المهارات اللي تعلمتها في الدورة هذي. تعال اختبرها عن طريق الاسسمنت هذا. اسسمنت تقدر تقول عليه انه بعد كل تشابتر وبعد كل كورس قبل ما تنتقل من كورس لكورس. يجي قسلك ايش المهارة اللي تعلمتها في نفس الكورس. يعني اذا عندي اذا انا تعلمت حينك اه مهارة اه انترودكشن تو ار. وتعلمت كيف اكتب اف ولوب واشياء البسيطة دي في الار. فقبل ما انتقل للدورة اللي هي المتقدمة شوية. الاسسسمنت هيقعد ايش يقول لي طيب يالله ها عندك البيانات هذي سوي لي اف سوي لي لوب. في يعطي لي كده شو زي المشاريع الصغيرة وزي التمارين صغيرة كده عشان يجيس انه انا قديش فهمت من الكورس ده. انه كل واحدة تعتمد على اللي بعدها. طيب فسوي الاسسس من هذي وسوي الاسسس من هذي. بعدها عندنا تايدي فيرس حيارفنا على الباكيجات واحدة واحدة فيها في ماشين لرنينج. بدنا عندنا لوجيستيك الاسسس من الكورس ده. ايش كمان عندنا 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 كلاسر اناليسس في الان سوريز لرنينج. عندنا كارت اللي هو الباكيج اللي استخدم في ماشين لرنينج. وعندنا تري بيست موضل. هذي تعتبر شوية فيه كورس كورس اللي حاله. وعندنا تريد كورس خاصة وششية الاناليس وعندنا تريد كورس فيه كورس خاصة وكورس خاصة في هذي تعتبر اناليس. وفي حاجة في هذا وهذا في البيدata نكون كدا overwhelming نحنا هل في احصاء يا ما لا هل فيي musstأ Loan algebra لا لا هلفي calculus لا لا هلفي deep learning لا 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 هل في HNLP لا 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 هل في Entry to r لا لا تقييمي تقدير تقول حنar 2 من 5 ولكن هناك شيء أن تعرفوا أن DataCamp ماشية التراكات حكتها بالسيكوينس كيف يعني؟ يعني أنت ده حين تكون ماشين لرنينج ساينتس أنت تبدأ على طول داركت لكده بالمسار ده هذا خطأ وللأسف هنما هم كاتبين إيش تسوي هنا فأفضل طريقة أنك تتعلم صح هو أنك تروح للكارير تراكس اللي هي هنا وتروح لمسهار DataScientist with R بعد ما تفك المسهار هذا تمام حتى إذا ما تبقى تكون DataScientist أخوص نفس الشي نفس المنهج بس اللهم DataScientist هو أشمل وفي فرق بينهم المهم في اللي بقول لك عليه سواء تبقى تكون DataScientist ما هو أنت زم ما قلت لك حتكون الاثنين تدرس ماشين لرنينج و DataScientist يمديك تتوظف الاثنين ولكن في الأخير الـ Outcome غير DataScientist تطلع من الموديل الـ Information وتساعد في إتخاذ القرار وماشين لرنينج تبني الموديل وتحطه إيش في المهم فقبل ما تروح للمسهار ماشين لرنينج تروح لمسهار DataScientist وتاخده بالكامل وتفهمه بالكامل وتخلصه على مهلك 22 ساعة تاخده إن شاء الله سنة سنتين ثلاث سنين خد راحتك أفهم كل شيء ها بدأ بـ Introduction to R Intermediate to R كل شيء اللي ما كان موجود في ذاك المسار تلاقيه هنا وعشان ما تطول الفيديو ترى الفيديو هذا أو المسار هذا اللي هو DataScientist تمت مراجعته من قبلي على القناة هادي فروح شوفه بعد ان تعالش في الفيديو هذا فنصيحتي تاخد المسهار هذا أول يعني تاخده إن شاء الله سنة سنتين تكمله تفهم كل كورس فيه بعد ما تخلص الكورسات دي كله هتلاقي هنا في Statistics هتلاقي هنا فيلينيرالجبرا اذا ما لاقيتلينيرالجبرا فيلينيرالجبرا اللي حالة هادي تكتب لينيرالجبرا تلينيرالجبرا for data science in R الكورس موجود تمام الان البي هتجد برضو ان البي هتلاقي موجود Introduction to Natural Ranked Person في من وثنين هتجد هاده هاده ايوا شوف عططله هتلاقيه ايوا Introduction to NLP in R فالدورات موجودة ولكنها في مسارات مختلفة ولكنها كدورات موجودة فأول شي تسوي تروح ل Data Science with R تعقد كله بعد ما تخلصوا تفهم كل شي تروح ل Machine Learning وتخلصوا كله خد راحتك فيه بعدها تنتقل كل واحدة لحالها Introduction to NLP, Linear Algebra لحالها ووالآخره ولا تنسى تروح ل Project Art لما تخلص كل مسار روح ل Project Art وتعال في الفلتر وقل له يا حبيبي أديني Project Art بس بلغة R هتلاقي Project Art وفيه شي يسمى Guided و Unguided هذا هذا Guided و Unguided الGuided عبارة عن كلام مشروح تطبقه حبة حبة وتتكمل المشروع عندك تنزل للنوتبوك ترفعه على ال GitHub اللي تبغى Unguided معناه أنه نفس المشروع المشروع كتابة ومشروع فيديو هذا شي ما راح يفيدك فبعد ما تخلص كل track تروح للمشاريع وتسويها كل هذه الأشياء الجميلة موجودة في الاشتراك المدفوع وتراه رخيص مو مره غالي أنصحك أنك تشترك بالرابط اللي موجود في صندوق الوصف لأن الحتمال الكبير يطلع لك خصم فيله واشترك سنوي مو شهري عشان يمديك تخلص على ماهلك وعلى سنوي هيطلع لك أرخص من الشهري ولا تنسى تعمل لايك وسبسكرايب وشوف البراجعة الثانية ولا تنسى تشوف الدورة حقتي على يوديمي مجانية مقدمة في علم البيانات هتلاقي برضو في الكمنت في الفيديو ده وشارك الفيديو ده مع صحابك إذا تحس أنه مفيد وشكراً للمشاهدة وأشوفك في الفيديو القادم مع السلامة اشتركوا في القناة